تريحه ومعه سلوسك ما تخبش خبت أخوك أسوك ما تخبش خبت أخوك أنا مزاكة كبتاجي وأمري ما هيبقى زيك بقولك هي صابعك مزاكة بعضا أنا هي ما تمشت شوية حاسي أن الدنيا كلها جاي على صدري ربنا هيديك يا صاحبي سلام الواد سوكة بقى اتفرج على تورك كتير الواد ضاع اللهم صلي على النبي ده قذم السير في الحرق عندنا ده أو مين؟ الواحد ياضي يا كبداكي طلع لي في الإيافة ولا كان عارف فجأة اكتشفت أن أنا سيكسي ها ودي قلبتها دي من واحد ده أو يا طعوت؟ لا 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 انت تعرف عني كده يا صاحبي دي بدلة الشغل أصلاحوك اشتغل بودي جارد في الكباري ياضي اللي سهلنا فيه آخر مرة ساعة ما سبتنا ومشيت مع الولية القرشانة شغل شمال اه بس شمال على نظافة بالبدلة والكرافاتة والشوكة والسكينة تقلب الزبون آه بس هو بيقول لك ميرسي وشكرا وبرانتو لعبة ورتاحة يا طعوت طي ما تاخدنا يا عم على جناحة دا اللي يطير لوحده يا صاحبي أنا نازل بادري دلوقتي عشان مدير الصالة يفطمني على الشغل أقوله شوفلك على شغلان لا شغل مرة واحدة انت خدمتك ليه ان انت استهرني صارف الكباري ده وأنا عارف سكين يا قليل الأدب عينينا اعتبر الكباري كباريهاك والطعون طعونك جد أنا بحبك ايه أصحابنا وأنت ولا فاكرين الماضي لمؤاخذة ولا أهبأ أنا بقى يا برينج سلام سلام يا هيمو سلام يا هيمو تعالي بص بقى أهو كله حطت له ورق وطبقته شوفي بقى أنا عايزة منك حاجة مهمة شوفي يا أخي عايزك يتعملي ايه بقى جلالي ببيض وطرح بيض عشان النسوان اللي بتروح الحاجة بيبقوا عايزين يلبسوا كده حاضر يا حاجة هعمللي كل اللي انت عايزة طب وبقولك ايه ايه الواتساعد ابني لما هيجي اوعي تدخليه اللي ما اتغطي بتوع اللي دي يا اختي ها ماشي هغطيهم وتغطي أنا مساء الخير انت مين يا ابني زيك يا أمي اه مساء النورة ايش انا مقصودش اخطي يا كل مرة بتيجي كده اهلا وسهلا اهلا انا الانسة كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت وقلتلي ان انا حاجة استناها هنا عندك في المكان وتستناها هنا لي البيت بيتها والشقة شقتها نمالي ايوة ما انا عارف انا قلت يعني اجي باركلك على المشروع الجديد بتاعك خصوصا يعني ان يوم من افتتاحك هكتل دنيا زحمة جدا ومعرفتش ادخلك ليه وهو انت كنت موجود يوم لفتاح هعتبر نفسي مش زابط مباحث وحسد انك ما شفتنيش لا انا فعلا ما شفتكش وبعدين انت بتحقق معايا ولا ايه لا لا ابدا خالص هو كل الموضوع يعني بتقدر تعتبر نفسك انك مطلوبة امنيا وانا بعتبر نفسي زابط شاطر زي ما بيقولوا وحاسس كده والله اعلم اني حارف اوقعك السلام عليكم يا سعد تل باشا عليكم السلامة الله بركاته بك يا باشا اهلا بيك نور الدنيا كلها انا قلت اجيلكو كده نقعد لوحدنا الاول عشان نشوف طلباتكو ايه نورت بيه احنا جايين علشان نقول كلمتين اوراد ضغطة افضلوا تحت عمركم بص في سعد تل باشا الراجل سلومة صاحب البيت ده راجل واطي يا كل ما للنبي احنا جاهزناله الفلوس وتصرفناله فيها بس عايزين ندياله على ايد الحكوم ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس انه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئة الحكومة هي اللي تتصدر له مش احنا بس انا شايف برضو ان احنا لازم نماشي الموضوع ودي لان انتو في الاول وفي الاخر جيران والشوك فوش بعض عموما احنا هنقفل المحضل اللي هو عامله عشان التنكيس بالتصالح وهنحط تاريخ جديد لبداية اعمال التنكيس وطبعا عشان تقرير الحي وانا كده كده هعملكو محضر بالصدح واخدلكو عليه تعهد بعدم التعرض صح؟ ايه للعجل يا باشا؟ ايوه بالزاد بقى يا باشا موضوع عدم التعرض ده ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعة ما تقدم لها علشان يطلب ايدها وهي رفضيته وقالت ما يلزمنيش وهو شايل منها ومعابي عايز ينتقم مننا كلنا كده طبعا وانا مقبلش ان اي حد يضايقكو او يتعد عليكو خصوصا يعني وانا موجود رب ري خليك لينا باشا وينصرك على مني عديث باي بولك يا بيت في كس ناقص من الحلنة دي شاكك ضربت عليك منظري ما اخدت حاجة يا شتو؟ لا انا شكة فيك شعرك متحني من قدام كده ومسود منظري ما اخدت حاجة؟ طب او مقلع اللي شهرب ده ورين السلام عليكم بولك ايه؟ اعايزك برا كده في حاجة يا عم خليك يعني خلاص شايف الرحالين مقطع بعضيها وفقل بالمحل مالك شاكلك شايلتها جنسات؟ حاجر مرحتش المستشفى باخوها حبسها في البيت واخد تليفونها من الساعة اللي حصل في الفرح وروحت الوليق اللي بتنظف معاه قالتلي برضو ما جاتش ومش عارف اعمل ايه طب معاليش خليك وراه يا بيتة جادة خليني وراه ايه بس ما انا مش عارف عنها اي حاجة خليه وراه ازاي بس طب بقولك ايه؟ بتعرف عنوان ها؟ اوه عارف عنوان ماشي يلا بنا ايه على فيه؟ بلاكش دعوان تبقى انا احلي لكم المشكلة دي يلا بقولك يا بيتة خلي بالك من المحلة على ما يجي خلي بالك ما فيه زباين بقولك مش راحة في حتة خلاص انا انا ااسف انا ااسف الانوسة مش بس لبس والشعر وميكوب لا لا الانوسة لايفستايل نعم يعني حالة احساس انتي مش لازم تهتمي بانوستك عشان الراجل بس عشان جوزك او خطيبك نو عشان نفسك الانوسة بتبان في المشياء بتبان في الجاست في الحركة بتبان في الحاجات دي لازم ما تبقيش مكسوفة انك انسة ربنا خلقك انسة so you have to be proud طول الوقت تبقي فخورة كده حسن كده انا مبسوطة ان انا انسة حسي بانوستك الله ينور عليك يا أبلا ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون لما تسيبك من الدرس ده يا أبلا احنا مش تلمزة ماينفعش تبعينا الهدوم دي بالاس يا بيت انت وهي يختشوا على دموكو ودم اللي جابوكو عايزين تلبسو المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعو شحات عايزي اكل عاش فينو اهو النبي يا أبلا ده احنا حتى غلابا ما معناش نحط قومة فلوس في الشفتش والمقطع والمباين ده كل هنا ماشي كده بالاست وشغالين زي الطلوق طلوقة طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي واسيبونا افكر ماشي سلام يا أبلا باي امشي يا اختي امشي اللا 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 ايشي اقدر وايشي احمر وايشي اسفر ده انا اولا في اشارة مرور يا بواغزة انا والراجل ده عايز ان تدلع ممكن تدلعينها مكانا انتوا عايزين مني اي حيوان انتوا وهو لو ما طلعتوش دلوقتي برا هجيبلكو البوليس وهحبسكو يا حبسينا وفين الحبس ده ده احنا منبتاشا عليمش لهيه يا حمارد ده هو انتوا عايزين منها ايه يا سندوس اين اللي جابك هنا اطلعوا برا ايه اللي جابك هنا انت هو يا لب يا كوريا الحيوانات ده ده دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادم نعم 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 بتقول لي ايه حيلتها وعايز انت هو الشيطان يعمل معاك الغالة ده انت قعد ابوكم يا باب